بعد أشهر من توقوفها جرت اليوم جولة مفاوضات غير مباشرة تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية جهات حكومية لبنانية أصدرت مؤخرا خرائط محدثة لمنطقة الحدود حيث قامت بتوسيع المناطق التي يطالب بها لبنان في المقابل اتهمت إسرائيل لبنان بمحاولة عرقلة المحادثات وردت وزارة الطاقة الإسرائيلية بنشر خرائط جديدة وسعت فيها هي الأخرى من المناطق التي تطالب بها وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد قال في وقت سابق إن تجاوب لبنان مع استئناف المفاوضات يعكس رغبة بلاده في إحراز نتائج إيجابية تسهم في حفظ الاستقرار في المنطقة الجنوبية فما عوامل نجاح هذه المحادثات وهل سوف تتوصل لنتائج حقيقية تنهي الخلاف معنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو ومن واشنطن ينضم إلينا الدبلوماسية الأمريكية السابق بول جانيزاك أهلا بكما سيد خليل الحلو يبدو بأن هذه الجولة انتهت لا تسريبات حولها ولكن هناك خلاف ما يتعلق بالخرائط كل دولة قامت بتقديم خرائط حديثة يعني توسع فيها من المناطق التي تستحقها برأيك هل الولايات المتحدة قادرة على حل هذا الخلاف؟ للإجابة المباشرة على هذا السؤال لا أظن أن الولايات المتحدة تنضي وقتا منتعا في هذه المحادثات فهناك رغبة أمريكية واضحة بأن تستمر هذه المفاوضات أتحدث عن مسار المفاوضات أتحدث عن البروسيس لأن بمجرد أن يكون هناك مفاوضات بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي هذا يخفف من مخاطر التوتر في المنطقة الجنوبية في وقت العالم كله بحاجة لتهدئة خاصة وأن محادثات فيينا تسير وفق ما يسرب من أخبار تسير بإيجابية وباتجاه اتفاق بين إيران والولايات المتحدة اتفاق غير مباشر إن أي توتر في المنطقة لا يخدم ذلك وأنا لا أتحدث فقط عن لبنان إنما ما يحصل في اليمن وما يحصل في العراق ما نراه من توترات لا يخدم تقدم المفاوضات في فيينا وكذلك في جنوب لبنان الآن من الناحية التقنية الجانب اللبناني هناك بعدان للمطالبة ب1450 كم إضافية للمساحة السابقة اللجان اللبنانية التي تعاقبت منذ العام 2006 حتى منذ بضعة أشهر كانت تقدم الخرائط التي توسط لحلها السفير فريد هوف إنما هناك خبير لبناني أنا أتحدث تقنيا وربما هذه المرة الأولى التي أتحدث بها عن الموضوع هناك خبير لبناني بقانون البحار أجرى لقاء في بيروت وتحدث عن قانون البحار وتحدث عن كيفية المطالبة بترسيم الحدود البحرية أي أن كل دولة في بينها خلاف بحري تقدم الخرائط الأكثر إيجابية لها استنادا إلى وقائع جغرافية لبنان من الناحية التقنية لبنان لم يلحظ ذلك قبل وصول هذا الخبير وهو السيد نجيب مسيحي الذي هو عضو في الوفد المفاوت ومنذ ذلك الحين دخلنا إلى البعد السياسي للمطالبة لكي يوضع ذلك على الطاول إذن في البعد التقني لبنان لا يقوم بالتعجيز إنما لو كانت إسرائيل ولبنان دولتان ليس هناك حالة عداء بينهما لكان لبنان وإسرائيل استدعياء ربما وساطة دولية تحكيم ليس وساطة إنما تحكيم دولي قانوني وهذا مستحيل لأن لبنان لا يعترف بإسرائيل وهنا تكمن المشكلة ومن هنا الجانب الأمريكي يحاول أن يلعب دور هذه المساطة اسمح لي سيد الحلو أذهب إلى سيد بول جانيزاك سيد بول جانيزاك كيف يمكن للولايات المتحدة التي تلعب دور الوسيط في هذه الاجتماعات كيف يمكن فصل السياسي عما هو تقني هل يمكن فعل ذلك حقيقة بين إسرائيل ولبنان نعم أعتقد ذلك ففي تاريخ الولايات المتحدة فيما يتعلق بلبنان هو تاريخ طبعا لبنان بكل تأكيد تود لا تود أن تكون سجينة لما تمليه ديناميكية الشرق الأوسط عموما فضيفك نعم شرح جيدا وقال بأن الآن العالم يركز على الشرق الأوسط وما يجري في فيينا في محادثة فيينا كما أود أن أقول بأنه من الوجبهات التقنية فهذه طبعا الدورة الأولى التقنية الآن حيث الطرفان يريدان أن يطلب الكثير كما يقال يوجهان الأسهم إلى النجوم حتى يحصل على الأقمر على الأقل أعتقد بأنه يمكن حل هذه المشكلة ولكن الأمر سيستغرق وقتا بكل تأكيد بالنسبة للولايات المتحدة إسرائيل ليست عدوا في الناتو ولكن ما تريد أن تفعله الولايات المتحدة هو أن لا تعطي للمنطقة الأخرى منطقة نزاع وبؤرة نزاع أخرى فالآن رأينا بأن الطرفين يمكن أن يتوصل إلى اتفاق وسيكون رائعا إذا كانت الولايات المتحدة قد استطاعت توصل لأن يكون هناك نقاط متفاهم عليها بالنظر إلى الخرائط التي قدمها الطرفان نعم شرق المتوسط جميع الدول ستنتفع أكثر ولكن هناك دول تنتفع أكثر إذن ردا على سؤالك أي الولايات المتحدة يمكن أن تكون نزيهة وعادلة ويمكن أن نقول لك بأن الفريق الموجود هناك هو فريق من المحترفين وهم محامون قبل أن يكونوا دبلوماسيين سيد خليل الحلو ألا تعتقد بأن هذه الخطوة المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة برعاية أمريكية قد يكون مقدمة لاعتراف لبنان بإسرائيل في النهاية هي تعترف بحدود إسرائيل يعني حتى لو كان في خلاف فيما يتعلق بالخرائط يعني إذا تم هذا الاتفاق بشأن الحدود البحرية هذا يعني هناك اعتراف من لبنان بوجود دولة إسرائيل ما رأيك؟ سيدتي أولا أريد أن أحيي ضيفك من واشنطن وأتمنى أن يكون على حق في مسألة توصل الولايات المتحدة إلى حل اللزاع البحري بين إسرائيل ولبنان فهذه من ناحيتي أمنية كبيرة لأن لبنان يستفيد جدا من اتفاق كهذا ولكن أرى صعوبة في الموضوع وللعودة إلى السؤال الذي سألتيه لبنان ملتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي وملتزم باتفاقية الهدنة وملتزم بقرارات قمة بيروت 2002 حيث اعترف العالم العربي كله بوجود إسرائيل وطرح مسألة الأرض مقابل السلام كل ذلك يعني أن هناك اعترافا بهذه الحدود ولا نستطيع أن نختبئ خلف أصبعنا ولو كان جماعة الممانعة في لبنان يتبعون ذيالكتية لا تخدم التقدم في هذه المفاوضات لقد انتظرنا 11 عاما وهذه الأعوام 11 كان يمكن للبنان أن يبدأ بالتنقيب عن الغاز والنفط ويستفيد لأنه هو المستفيد الأول من استقرار الأوضاع في هذه المنطقة خاصة في وضعه الاجتماعي والاقتصادي المنهار إذن مسألة الاعتراف والتمهيد للاعتراف العالم العربي كله اعترف بإسرائيل وسوريا ضمنا وعملية السلام في شرق الأوسط صحيح أنها تعثرت وتتعثر وصلبها هي القضية الفلسطينية التي لم تجد بعد حلولا بالرغم من كل المبادرات أكانت المبادرات العربية أو المبادرات الأمريكية أو غيرها إنما لبنان لكي يحل مشكلته مع إسرائيل عليه التفاوض كما يفعل الآن وعليه التفاوض بمسؤولية وأظن أن هذا يحدث فعلا رغم معارضتي للحكم القائم في لبنان وعدم وفقتي على التزامه بخط الممانعة إنما ما يحصل يجب أن يحصل وهذه المفاوضات ضرورية جدا لمصلحة لبنان سيد بول جانيساك برأيك هل عملية ترسيم الحدود ستكون أسهل إذا توصلت الأطراف في فيينا إلى اتفاق؟ أعتقد بأن هذا سيوضح الأمور أكثر لا يمكن تجاهل نفوذ العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران وخاصة إذا نظرنا في خلفية تغيير الإدارة هنا في واشنطن أعتقد بأنه مثل الفيل في الغرفة وعلينا أن نعترف به هناك اعتقاد في العاصمة واشنطن أنا لا أتحدث الآن باسم الحكومة الإسرائيلية ولكن هناك تأثير حزب الله الذي هو حليف لإيران في هذه المفاوضات فهناك وجود لحزب الله لأنهم دائما لديهم شريك موجود في المحادثات وهم يشكلون طبعا قسما في الشعب اللبناني وسواء كان موقف هذا الفريق أم ذاك مختلفا عن ذاك في الأطراف اللبنانية إذن بتجهل فيينا فأظن بأننا نخلق مشكلة وأعتقد بأن إيران بكل تأكيد والمحادثة معها ستلعب دورا كبيرا في هذه المحادثات أنا أرى كما قلت وكما حدث في الماضي بترسيم الحدود أظن بأن الأمر سيحدث إذا كانت المحادثة في فيينا ستنجح سيد الحلو يعني كما يقال لا يمكن للتنقيب عن الغاز والنفط أن يحدث دون استقرار وهذا الاستقرار يحدث حين لا يكون هناك سلاح هل هذا يزيد من ربما شروط إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله في هذه المناطق يعني لديه صواريخ دقيقة يعني لا يمكن فيما بعد استخراج النفط والغاز بوجود سلاح ربما يهدد هذه العمليات ما رأيك؟ سيدتي إسرائيل تستخرج غازها ونفطها وهي بحاجة إلى التصدير وطبعا إذا استقرت الأوضاع على حدودها الشمالية وجرى اتفاق على الحدود البحرية سيسهل ذلك عملية التصدير في إسرائيل ولكن السلاح الموجود في يد حزب الله هو عامل عدم استقرار ليس فقط في لبنان إنما في المنطقة كلها لبنان دولة غير سيدة على أراضيها وهذا ما نطالب به منذ زمن بعيد استعادة السيادة بالكامل وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني وليس فقط حصر السلاح في يد الجيش اللبناني إنما حصر جباية الضرائب أيضا وحصر السياسة الخارجية في يد وزارة الخارجية اللبنانية لأن حزب الله وحول فائه لهم سياسة خارجية مختلفة وكل هذه الأمور متشابكة ببعضها البعض وإن عملية نزع سلاح حزب الله مع الأسف ليست شأنا لبنانيا فقط إنما أصبح لها بعد إقليمي حتمي والشرق الأوسط كله أصبح أتحدث عن المشرق بالأحرى أتحدث عن لبنان وسوريا والعراق هذه الدول التي تعاني ربما الوضع اللبناني هو الأفضل إنما هذه الدول تعاني من وجود فصائل مسلحة خارجها عن إرادة الدولة ولبنان أيضا وهذه الأمور هي أمور تعقد كل المسار السلمي الذي يصب إليها الشعب اللبناني وتعرقل المفاوضات هناك قرار مجلس أمن رقمه 1701 يخرق من جانب حزب الله ويخرق أيضا من جانب إسرائيل هناك اتفاقية هدنة موقع عام 1949 وهي اتفاقية مفصلة أكثر بكثير من القرار 1701 وأيضا يتم خرقها من قبل الجانبين أتحدث عن لبنان الرسمي وعن الجيش اللبناني إنما أتحدث عن حزب الله وعن إسرائيل فالمجتمع الدولي إذا كان يريد فعلا الاستقرار في هذه المنطقة عليه أن يقارب هذه المشكلة بشكل جدي وبشكل فاعل وليس التعامل مع أمر واقع لأنه أمر واقع نتعامل معه لأن هذا الأمر سيتفاقم مع الوقت وسيؤدي إلى أزمات مستقبلية سيد بول جانيزاك برأيك ما هي الشروط التي يمكن أن تطرحها إسرائيل والولايات المتحدة في جلسات التفاوض مع لبنان الشروط أعتقد بأنها ستكون سروطا بحرية متعلقة بالقانون الدولي فهناك طبعا المياه بمثلا التي تحد بين قبرص وإسرائيل وأيضا بين قبرص ولبنان وهي واضحة جدا تلك الأما حيث تلتقي البحار أو المياه الثلاثة فينبغي أن تكون هناك خط ويفهم بأن الصعوبة تتكمن هنا أعتقد بأن هذا ربما سيتطلب دخول أطراف أخرى في المحادثات وهذا سيفتح ربما على القبارس الأطراق والقبارس اليونانيين وهذا سيشكل مشكلة عويصة ولحد الساعة فإن الإسرائيليين يحاولون أن طبعا لا ينقب عن النفط والغاز حتى تحل القضية البحرية وحتى يكون هناك حدود مرسومة ومحددة وهم كما قلت لا يطمعون الآن للتنقيب عن النفط والغاز أعتقد أن الحكومة اللبنانية يمكن أن تلعب دورا إيجابيا هنا كل الأطراف متحمسة لحل هذه القضية بطريقة منفتحة وأعتقد بأن الأمر يتعلق بالخريطة التي ستنجح في نهاية المطاف كما قلت هذه خطوة أولى وهذا اليوم الأول ولا ينبغي أن نبالغ هنا ونأمل حلولا سريعة سيد خليل الحلو هل هناك إمكانية لأن ينسحب لبنان من هذه المحادثات كما حدث بالنسبة لإسرائيل في آخر جلسة في أكتوبر من العام الماضي حين اعترضت على الخرائط التي قدمها لبنان هل لبنان تراه في مكانة تخوله أن ينسحب لو كانت هذه المفاوضات أو اتفاق المبادئ لا يناسب مصالحه سيدتي كما قلت الطرف الذي انسحب عندما قدم لبنان قرائته الجديدة هو إسرائيل إسرائيل لا أظن أنها مهتمة كثيرا باتفاق مع لبنان لأنها تستطيع بميزان القوى الموجود التنقيب عن النفط والغاز وأن تعمل ما تريد ولكن إذا حصل هذا الاتفاق ذلك سيساعد على تصدير الغاز والنفط الإسرائيلي أما من الناحية اللبنانية فلبنان هو الذي بحاجة إلى هذا الاتفاق أكثر بكثير من إسرائيل والدليل على ذلك أن جماعة الممانعة في لبنان الذين كانوا يرفضون رفضا قاطعا التفاوض قبلوا به منذ أقل من عام عندما وصل الوضع الاجتماعي المالي إلى ما وصل إليه وهو كارثي كثيرا وطبعا إذا حصل الاتفاق لن يحصل تنقيب على الغاز والنفط غدا ولن يستثمر لبنان النفط والغاز غدا إنما يصبح في وضع يمكنه الاستدانة بسهولة أكثر لإنعاش اقتصاده أما عن الإجابة بشكل مباشر على السؤال هل يمكن للبنان أن ينسح لا أظن لأن السلطة اللبنانية تحت ضغط كبير من العقوبات الأمريكية وتهديدات بالعقوبات الأوروبية وانخراطها في محور إيران سوريا أصبح دراماتيكيا لدرجة أنهم يحاولون أن يبدو بعض النوايا الحسنة في هذه المفاوضات وأكبر دليل تصريح رئيس الجمهورية صباحا اليوم عندما قال نحن نريد أن نتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل إذا كان يتحدث بصراحة تامة هذا يعني أنه يريد أن يتقرب من الأمريكيين وأن يرضي الغرب بالحد الأدنى ولا أرى أن إيران ممانعة في ذلك لأن إيران يمكنها ساعة التشاء أن تنسف هذه المفاوضات الطرف اللبناني لن ينسحب من المفاوضات إلا إذا انسحبت إسرائيل أو إذا ضغطت إيران وقالت توقفوا عن هذه المفاوضات لأن ذلك لا يخدم المصلحة الإيرانية شكرا الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو في بيروت أشكر أيضا الدبلوماسية الأمريكية السابق فول جانيسك في واشنطن